أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بكم شرّمنا بدخولكم هذه الملدة يوم كنا نكون إلى جانبكم في كل الوقفات أنا والشيخ لاسترداد جتامين أبنائكم اليوم بعد أن كرمنا الله عز وجل وحضانا بهذه المكرمة أن نكون منكم وفيكم يوم كنا منكم رنا بشارة فنانة تشكيلية من ترشيحة من جليل الأعلى حضرت اليوم خصوصي لتكريم الشيخ خدر عدنان اللي هو عملياً شيخ مشتبك هو شيخنا وشيخ العز والكرامي والصمود شيخ مشتبك بأمعاؤه الخاوي يعني أنا بصراحة صعيقت جداً من الخبر خبر استشهاده بترحم عليه وبترحم على كل الشهداء شهداء فلسطين هني وجدوا في السجن في الأسر لحريتنا فأنا كتير حزيني كتير حزيني وإحنا اليوم كمان عم نخوض معركة مع وليد دقة وليد دقة أخبار كمان صعبة كتير لأنه نقلوا كمان مرة للمستشفى ارتقاء القائد الفلسطيني الأسير الحر خضر عدنان على أيدي الفاشية الصحيونية في معركة الإرادة والكرامة وإذن ننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة الشهداء شهداء الشعب الفلسطيني نحن اليوم جاين نداماً مع أم عبد الرحمن زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان المطالبة باستدار جيخ مانا وجفامين الشهداء المحتجزة ومنهم ابني وأصغر طفل محتجز بثلازات الاحتلال هو ويصف صباح وبالإدافة 136 شهيد محتجزين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يرحمه برحمته ويكرمهم بكرمه ويحمي ولاده يا قدر يا كريم ويفك أسر المأسورين يا رب يا قدر يا كريم نحن جئنا من كل أنحاء الضفة الغربية كعائلات شهداء عائلات فتلة عائلات ما زالت لم تستطع أن توضع أبناء شهداء لأنهم محتجزون في مقابل الأرطان والثلاجات جئنا لنقول بأننا إذا كنا قد خذلنا الشيخ الشهيد خضر عدنان في حياته فإننا لن نخذله والله لن نوفيك أيها الشيخ الشهيد الجليل الشيخ خضر عدنان لن نوفيك حقق ولن نعطيك كامل الواجب فهذا بعض الواجب هذا الشيخ الجليل الذي كان يسمع الحكي الرجل لا يقصر نحن أي بيك من أمود أبناء شعبنا ونتطمن عليهم ونريح بنا في شفتهم لأنه والله ما إحنا مرتحين ولا أم شهيد أنا بترتاحوا ابنها في الثلاجات أنا أم شهيد بترتاحوا ابنها في الثلاجات مين؟ أتمنى الكل يسمعنا هذا التجمع الحاشد الكبير الذي حصل أمام منزل الشيخ خضر عدنان وأمام بيت العزاء هو دليل على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار الجهاد وحول خيار المقاومة والتفاف حول خيار قضية الشهداء والشهداء المحتجز جثامينهم في سجون الاحتلال هنيئا لك يا خضر عدنان وأبشر فإن في الأمة من سيكون مثلك ولن يلت ذهبك روحك هدرا سيكون نفسك الأخير الذي لفضته وأنت تجود به نفسا تلو الآخر من أجل الانتصار لقضيتك قضية فلسطين قضية الأسراء سيكون أحد أهم سامير إنهاء نعشي هذا الاحتلال الذي بدأنا نراه يتفكك ويتراجع الموت وعلى المدل الموت وعلى المدل بالراح والدم نفيك يا سهيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر